السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد السيد النهاردة إن شاء الله حلقة جميلة جدا وممتعة جدا ومفيدة جدا لأي حد عنده توك توك أو سواء توك توك أو ناوي يجيب توك توك يتعلم عليه السواقة ويسترزع عليه ناس كتير جدا كانت طلبت مني حلقة تعليم السواقة الصحة للتوك توك النهاردة إن شاء الله هتعرف كل الأساسيات بالزبط إزاي تسوق التوك توك باحتراف وبكل سهولة وبساطة ومن غير ما تعرض نفسك للخطر يلا مع بعض نبدأ بس قبل ما نبدأ ما ننساش الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس عشان الاشتراك في القناة كل جديد أي سؤال أوسف صارت تحت في التعليقات ويلا مع بعض نبدأ ورجعنا تاني بعد الفاصل وهندخل على الأساسيات اللي هل لازم تعرفها الأول قبل ما تسوق التوك توك زي ما تعودنا اليد اليمين في الموتسيكل بتاعة بنزين بقرة البنزين هزود منها عشان أمشي تمام الشمال ده مقبضة دبرياش زيه زي الموتسيكل ولكن اليد مش ثابتة اليد دي مكانها مكان عصاية الغيارات في الموتسيكل يعني بدي نقل بمسك دبرياش ودي نقل من نفس المقبض تمام أول فوق ثاني ثالث رابع أربع غيار لتحت تمام يبقى الأول وفيه ثلاثة تحت عندي الطابلون اللي قدامك عوامة البنزين يمين شمال السرعة تحت على رجلك اليمين انتقال على الكرسي دلوقتي مكان السواء رجلك اليمين ده وسط الفرمالة تمام طيب بعد كده هنطلع فوق للجدون تاني عشان نعرف الزرائر دي بتاعت ايه الكهرباء المرش طبعا معروف ان هو خارج الزرائر دي يهمها في المفتاح يهمها زرائر خارجي أول حاجة هنا كلاكس تمام بعد كده فيه نور ورعاش النور اللي تحت تمام يبقى الكلاكس والأنوار عند الناحة التانية هتلاقي اللاب نور عالي وواطي وإشارات يمين وشمال كلام جميل ده عصاية المنافلة المرش هتطل لأي سبب من الأسباب بطارية نامت أي حاجة حصلت مع المنافلة والدرعة ده بتاع المرش الرجوع لورا تغيير الحركة من قدام لورا ومن وراء لقدام تمام كده طيب الناحة التانية عالجنب اليمين برضو وانت قاعد مكانك عالكورسي ده فرامل اليد تمام حبيت توقف خالص تسبت التقطق مكانه فرامل اليد وده هنلفله الزرارة ده مهمة جدا لازم تعرفه ألا وهو تغيير اتجاه البنزين ده بتاع الاحتياطي على العادة والاحتياطي يعني وانت ماشي المكانة قطعت منك عايز تقلق احتياطي جنبك وانت قاعد على الكورسي السلكين دول متوصلين قدام وراء بالحنفية تمام طيب وبقى كده الاسيات اللي انت لازم تعرفها وعموما التقطق مش زي الموتسكل في السواء أي حاجة بتلت عجلات لازم تحرص شوي حطنا المفتاح هنبدأ بقى نتوقع الله عرفنا بقى أنا هنسوه إزاي مسكنا دبرياش دورت مسك دبرياش ورفعت الفوق ديت الغار الأول لو خدت بالك هتلاقي شف تمسك دبرياش ودي التاني ما قل دبرياش أو شف مسك دبرياش نزل نقل كلام جميل والتزويد إيده سابتة على البنزين طبعا انت لما تمسك دبرياش بتهوي إيدك من على البنزين ولكن إيدك سابتة أن هي مسكة الجدون ولذلك ممكن تلاقي واحد سيء تخذك قاعد بجنب أو قاعد في جنب شوية ليه لأنه هو مستخدمش على رجل واحد اللي هي بتاعت الفرمرة اليمين فهي جنب واحد اللي هو محتاجه كلام جميل كده وعندي طبعا فيه زرار للمساحات ده برضو موجود في الزرارة والكهرباء يوبا عندي انتهت على الكرسي ما تقودش بقى تبص على الزرار ولا على فرامل ولا الكلام ده عينك قدامك السواء الصح انت عينك قدامك إيدك متعودة مكان الكلاكس دبرياش نقل أول تاني طالد فصل الكلام ده رجلك متعودة مكانها في كده كده أصلا رجلك على ده وسط الفرمرة تمام اللي إذا كنت ماشي في طرق مفتوحة ومش مكسرة ومش تمسك فرامل تمام كده انت لفيته وطبعا ميزة التوكتوك ان البرجل بتاعه مفتوح قوي يعني محور الجدون بتاعه مفتوح جدا ممكن تكون ماشي مستقيم فجأة ليه بقى بالعرض دي ميزة للسواء ومشكلة اللي ماشي وراه فهمتني عشان كده لازم تخلي بالك من إشاراتك لك لازم تكون شغالة مية في المية وقالات التنبيه تمام طيب يوه احنا كده عملنا ايه تعلمنا الحاجات دي طيب ايدينا الغيرات ماشيين وزي الفل وزي تمام وزي الفل هتاخد بالك التوكتوك ما تزودش السرعة وتسيب إيدك من العجلدون لان هيبرجل معك وممكن يخطف لان التلات عجلات غير العجلتين زي ما احنا قلنا مية مرة تمام تاخد بالك يمين شمال المريات كأنك ركبة عربية بالزبط السرعة طبعا ما تزدش عن السرعة القصوى للمحرك على الطرق السليمة طيب طرق مكسرة تاخد بالك مطباط نقر ليه لان التوكتوك على كبال وطبعا اللي عنده عربية فيها مية تمانية وعشرين فاهم الكلام ده واللي عنده توكتوك فاهم الكلام ده الكبال مش زي الكورونا الكورونا اقوى في التحمل اي نعم هتعمل معك زبزبة والرعشة طبعا الناس الميكانيكية فاهم الكلام ده الكبلن احن شويتين ولكن الكبلن مش عايز عفرطة ودغدغة كتير عشان الكوبيات عشان العمدان بتاعته عشان الصلايب عشان بلي الشعر عشان حاجة كتير جدا تمام يبقى تاخد بالك بسرعة المحددة ما تسخنش عطري ده اهم نصحة في النصيح كلها مش حد يجي لقدامك تسخن عايز تسبقه لأ تكتوك حاجة شغل تمام مش صواني وخمسات لا اعرف ان انت راكب حاجة شغل المقصات العجل كل حاجة هتتأثر بالسواء الغلط تمام طبعا كل حاجة عن عن امكانيات المحرج وخارج المحرج هتلاقي في الفيديو اللي فات بتاع مواصفات التوكتوك الجديد طيب لما تيجي عند مطاب اعمل ايه طبعا هتمسك دبرياش هتهدي بالفرمالة المطاب هتاخده بالهدوة واحدة واحدة هترجع الغيار خالص للاول زي ما الاخ ده عمل بعد كده هتطلع سنة بسنة برضو مع المطاب كأنك لسه طالع والتاني والتالت والرابع تمام احنا كده اه ده مسلا المطاب ايه شوف هو كده كان عن الرابع شوف مسك دبرياش ورجع المكنة منورة ايه هياخد المطاب وهو داير زي ما هي ايه مسك دبرياش واطلع وتوقع الله في ام تاني الموضوع السهل وبسيط جدا راجل ما فيش اي زعل هو قاعد وثابت ومية مية ليه هو شايف بعنيه نظره قدامه ماينفعش ينشغل باللي حواليه ولا بساء ازاي ورجلي هو الكلام دا هو الكلام دا تحفظ عينه قدامه وفي مرياته كلاكساته هو سايق بقى المكنة بايه بودنه سمع صوت رنع الطريق سمار في كاوتش الكلام دا دا بودانه لكن الطريق عينك على الطريق في مرياتك تمام طيب يبقى دا كده طريقة السواء الصح واهم الملاحظات اللي لازم تاخد بالك منها طيب انت طالع تتوقع الله اهم الاحتلالات بقى وانت طالع بالتوكتوك طبعا الصحانة الدورية دا لازم منها الناس اللي بتقولك ما لاش لازمه والكلام دا وجلده كبلا ما يمشي وهو مقطوع والحاجات دي طبعا دا غلط مية في المية الناس اللي قولك مش لازم تتشحهم لما تبوز دا غلط مية في المية لان اغلب البلي هيبقى بالي شعر لو خدت بالك الدورانات لا فانت لازم تتحاجس مها الصحانة الدورية هنعمل لك برضو فيديو عن الصحانة الدورية ونشوف الموضوع دا كامل اي سؤالة والسفصار تحت في التعليقات ما ننساش مشاركة الفيديو اه دا كده لو حبيت ترجع وراء بطل وقف خالص نور ارفع المرشل ودي الاول وارجع نفش حاجة اسمها اه عكس الحركة مرة واحدة هتبوز التروس شوف تقف خالص وبعد كده عكس حركة شوف الموضوع سهل جدا وبسيط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته